الآن موسيقى موسيقى بسم الأب والابن والروح الكودة والسالي الله الواحد أمين أهلا بكم أحباءنا المشاهدين وبرنامج جديد مع برنامج ساعة على الهواء كيف نور دي الله كيف نور دي الله عنوان موضوعنا النهاردة بنتكلم إزاي نردي ربنا إزاي نردي ربنا هنشوف ليه وإزاي وإيه المعوقات تيكون محور كلامنا إحنا الحقيقة أبونا في الأداس وطبعا في ناس كتير فرحان أنها تبتدي تنزل تحضر الأداسات من بكرة في إبرشيات كانت متعطلة لسه لكن كل القاهرة والإسكندرية ومحافظات كتيرة في إبرشيات كتير هنبتدي ننزل وناخد بركة الأداس اللي بقلنا تقريبا يمكن دخلين في قرب الخمس شهور محضرناش الأداس أبونا في الأداس يصلي كده في الآخر خالص يقول علمنا أن نصنع مرضاتك في كل حين علمنا أن نصنع مرضاتك في كل حين يعني دي طلبة إحنا بنصلي لربنا نقول له رب علمنا زي نرديك وكتير قوي بنقول برضو إحنا بنصلي في القدسين الذين أرضوا اسمك الكدوس الذين أرضوا اسمك الكدوس بنتكلم هنا على القدسين والشهداء والمعترفين والأبرار اللي أرضوا اسم الرب في حياته فإذا فكرة أن احنا نرضي ربنا دي موجودة في صلواتنا وطبعا في الكتاب المقدس يعني في مفتاح كده بولس الرسول في عبرانيين يقول لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه إذن فكرة إرضاء ربنا دي حاجة مهمة قوي لازم تكون في بالنا على طول ويكون هدف يعني يومي كل يوم في حياتي أن أنا كون بقدم أعمال على مستوى فكري وعلى مستوى قلبي وعلى مستوى حواسي وعلى مستوى تصرفاتي أن أنا برضي ربنا ليه وإزاي هو ده محور الكلام بتاعنا النهارة بس المهم لازم نفهم الأول أن ده جزء مش جزء ده محور هدف حياتنا أن إحنا نكون بنرضي ربنا ليه؟ الحقيقة لما الواحد يقعد يفكر كده ويسأل نفسه هو أنا أرضي ربنا ليه؟ ما أنا عايش يعني أرضي نفسي أرضي اللي حوالي أبسط الناس وكلمة رضا ده يعني أخذ رضا أبسطه أسعده يبقى فيه سرور يعني حاجات كلها من المفهوم ده طب وليه؟ الحقيقة أخيل كده نفسك أنت عايش مع أسرة ومحدش راضي عنك ومحدش قبل كلامك ومحدش يعني بيديك وش حلو وإنت مش بترضيهم ولا هم بيردوك الحقيقة تبقى صعبة والحقيقة مش هتبقى مريحة وطبعا عمرة ما هيكون فيها سلام إذن هنا رضانا إحنا على بعض مرتبط باستمتعنا بالحياة مرتبط بالفرح مرتبط بالسلام ولو واحد ماشي يعايش في حياته عمال يرضي نفسه بس كل الناس هتبعد عنه كل الناس هتبعد عنه إذن رضا ربنا ده بيأكد إيماننا بوجوده بيأكد إيماننا بوجوده كمان بيأكد علاقتنا به إذا كنت بيقولك لو أب وابنه لو يقولك أصلا أنا مش راضي عن ابني فتلاقي الأب هنا حزين وكلما الأب الابن يجي تلب منه حاجة لو عملها له يعملها له كده وهو مكشر أو هو يأسان أو محبط لأنه مش راضي عن ابنه فدي مش علاقة فلو أنت بتؤمن بوجود ربنا لازم تكون في رضا ربنا عليك لو أنت بتؤمن أن لازم يكون لك علاقة مع ربنا لازم يكون فيها رضا لازم يكون فيها رضا وإجباع كده وربنا يعني فرحان ومسرور وراضي عنك كمان لأن رضا ربنا بيأمن لنا حاجات كتير قوي رضا ربنا علينا يأمن لك الأبادية ولو قلتلي يا ابونا دي الأبادية دي بعيدة قوي هيقولك ده رضا ربنا مش بس يأمن لك الأبادية ده يأمن لك يومك ده يأمن لك يومك في كل حاجة هتعملها ساعات كده إحنا بالمثل البلدي يا عم الله يرضى عليك مش نقولها كده الله يرضى عليك يعني يا ابني عشان ربنا يرضى عليك أعمل موضوع دو أو لما واحد يبقى الحياة مشي معا كويس أقولك أصي فلان ده ربنا رضي عنه فإذن هنا رضا ربنا مربوط قوي بتأمين حياتنا مش عشان ربنا هو المتحكم ولا عشان ربنا هو المتصلت لكن ده عشان طبيعة الحياة زي لما يكون واحد ماشي مع الشيطان قد يبدو أنه هو سعيد قد يبدو أنه هو فرحان إنما عاقبة أعماله إيه أكيد إثمه وأكيد شر وأكيد خطر وأكيد أخرته إيه دي حتمية طبيعية للي ماشي مع الشيطان حتى لو ماشي مع الشيطان بيتحك حتى لو ماشي مع الشيطان وهو فاكر أنه هو كده فرحان لكن هو في عاقبة لكل ما يفعله عاقبة طبيعية أصل الشيطان لما ترضي الشيطان هتاخد منه إيه يعني ما هو الإنسان الناصح يفهم والإنسان الحكيم يعرف عشان يقول لك رأس الحكمة ما خفت الله فلما أقول لك نرضي ربنا ده معناه إن أنت بتؤمن بوجوده ومعناه إنك تؤمن إن لازم يكون في علاقة ما بينك وما بينه ربنا ده مش بس خلقنا كده وبعدين وجوده في حياتنا عشان خطر يحقق لنا طلباتنا وهو اللي يرضينا صحيح هو بيرضينا كتير قوي بس إحنا كمان في المقابل لازم نكون بنعمل أعمال كلام أفكار مشاعر تكون بترضي ربنا كمان رد ربنا يأمن لك الأبدية ويأمن لك يومك يأمن لك يومك وكلمة الأمان دي كلمة مهمة قوي لكل الناس إحنا يمكن بإننا نحيا في عالم المخاطر فيه بقت سريعة حوالينا وكلنا عملين نسمع أخبار ده مش بنسمع ده إحنا عايشين في أخبار حروب وأخبار أمراض وأخبار تقلبات وأخبار النسحة تاني يوم يعني يا فتح يا عليم كده إيه اللي بيحصل النهاردة وولادنا كده يعملين طول النهار عملين يتحكوا يقول لك قصة سنة عشرين عشرين دي كل شهر بحاجة جديدة الله أعلم قدينا بنشوف فإذا لما قولك أنت عايز تعيش في أمان تأمن لك يومك يأمن لك الغد يأمن لك الأبدية حط دايرة جوة حط نفسك جوة دايرة رضا ربنا مهمة قوي أن إحنا نكون حطين رضا ربنا قدام عينينا ربنا هو الحياة أنا هو الطريق والحق والحياة مشيت في رضا بتكسب حاجات كتيرة قوي وطبعا بتعاني يعني لأن برضو فكرة أن إحنا ماشيين مع ربنا فما فيش ألام أو ما فيش أتعاب أو ما فيش ضيقات العكس الحقيقة لا تلاقي فيها وخلي بالك لنفس الألم والضيق أنت هتتعرضه لو أنت ماشي مع الشيطان برضو لأن هي الحياة كتير إنما الشيطان يقول لك دا أنا هحميك هو ممكن يبين لك إن هو بيحميك بس هو عمال يغرقك في حفرة لغاية ما تلاقي نفسك غرقان على آخرك إنما الحماية الحقيقية والأمان الحقيقي طبعا دا بإيد ربنا طبعا دا بإيد ربنا لازم نكون بنرضي ربنا لازم لازم يكون دي فقرة كبيرة في يومك فقرة كبيرة في حياتك إحنا بنرضي ربنا وأي حاجة مش هترضيه أي حاجة هتخضبه أي حاجة هتطلعنا برا دايرة الحماية بتاعته ومحبته ومخافته بلا هيعمم فيش داعي منها فيش داعي منها خالص على إيه؟ على إيه نخسر رضا ربنا وفرحته فرحته بينا طيب إيه الحاجات اللي إحنا نرضي ربنا هبتدي معاكم بالشكر هبتدي معاكم بالشكر الشكر يعني دي أكتر حاجة تخلي ربنا فرحان بيك وطبعا مش مجرد الشكر العادي دا أنا هقول لك الشكر بالرغم من الشكر بالرغم من يعني إيه بقى يا بونا ما الشكر عارفينه حد عمل لك حاجة كويسة تقول له إيه؟ متشكرين عايش يومك براحتك وبسلامك وكل حاجة ماشية تمام متشكرين يا رب هقول لك دا طبيعي إنما ربنا يردى أكتر ويفرح أكتر بالشكر اللي هو بالرغم من الضيق زي كده ما ربنا فرح بالفلسين وليه فرح بالفلسين طيب ما هو الراجل اللي كان واقف جنب الأرمالة ادى أكتر منه إنما ليه الفلسين دول كانوا غاليين في عنين ربنا يقول لك أصلي دا من أعوازها دا من احتياجها أعطت إنما التاني عنده كتير ولو حط كتير هيتبقى عنده كتير والتاني لو فكر زيها مش هيقدر يعمل زيها فزي ما هنا بنقول برضو ربنا بيفرح بالعطاية لما تكون من الأعواز ربنا مش نقصوا عطيانا نقطة مهمة قوي في وسط الكلام وهتيجي في وسط كلامنا النهار دا كلمة العطاية بس هقول لك هنا الأرمالة كانت في عنين ربنا عطية كبيرة وحلوة لأني من أعوازها كذلك الشكر أيضا لما يكون من الأعواز الشكر بالرغم من الضيق الشكر بالرغم من التعب الشكر بالرغم من الألم الشكر بالرغم من التجارب الشكر بالرغم من الفقر الشكر بالرغم من الاحتياج يعني تخيل كده واحد رب أسره قاعدين كده ولقمة بسيطة قدامه فابنه ما يعجبوش الأكل وده بيحصل ساعات ما يعجبوش الهدمة ما يعجبوش الفسحة يقول له يا بابا ده أنا أصحابي بيعمله هو ده أكل ده فالأب يقول له يا ابني نشكر ربنا دي نعمة يا سلام بصوا الأب أو الأمة أو الأبن العائل دي نعمة يا ابني ده في ناس كتير مش لقياها ويبوص اللقمة البسيطة كده ويحطها على كبين وكده يعني زي ما تعلمنا زمان نبوص إيدنا وشهو ده على اللي عارفينه واللي مش عارفينه على القليل وعالكتير دي في عينين ربنا كبيرة دي في عينين ربنا كبيرة عارفة عاملين زي إيه زي كده أنا مثلا عامل عيد ميلان فرح واحد جاب لي هدية كبيرة قوي قلتونه متشكر أو يفرحان بيك وربنا يبارك لك ويعوضك ويجي واحد أنا عارف إنه هو غلبان ويجيب لهدية بكل مرتبه رغم إن دي مثلا بعشرة جنيه والراجل اللي جاب لهدية دي بألف جنيه صدقونا إحنا إحنا كبشر اللي بعشرة جنيه اللي إحنا عارفين إنها على قد كده يبقى شكرنا لي يا سلام ربنا يخليك ربنا يبارك لك فرحان باللي إنت عملته نشكر أكتر ليه لأني عارفين إن ده أقدم بالرغم من فارغ كذلك إحنا لما بنقدم شكر بالرغم من بالرغم من عارفين ساعات الواحد أزور ناس مثلا يكونوا في حالة وفاة ومش كل حالات الوفاة سهلة طبعا الوفاة في عينينا كلنا الواحد إحنا بطبعنا عاطفيين قوي وعشريين جدا فالوفاة دي انتقال حد من العيلة أو من الأصحاب بتبقى جمدة شوي فواحد نزور واحد يكون ابنه أو بنته أو فنقول له يعني البقية في حياتك يقول لك الحمد لله ويقول له كده يقول لك أنا ابني دخل السماء الحمد لله بص للنقطة الكويسة طبعا ودي مش قليلة أي نعم مش هيشوفه أي نعم متدايق بس بيشكر بس بيشكر الشكر يجيب قوي ردة ربنا خصوصا لما يكون الشكر بالرغم من إيه التعاب والضيق ويوي ويوي ساعات واحد يمشه من الشغل يشكر يقول له انت بتشكر ربنا على إيه ده احنا هنجوع ده احنا هنتبهد يقول لك يا عم نشكر ربنا أكيد هشعف لنا حاجة أحسن فده هنا بيشكر ربنا كمان على اللي جاي اللي مش شايفه كمان بيشكر ربنا على اللي جاي اللي مش شايفه طبعا النفس دي قولوا معايا كده ربنا يكون راضي عنها ولا ما يكون شرادي ربنا يقبل شكره ويقبل كلامه ده ويقبل محبته الكبيرة دي ولا ما يقبلش يقبل طبعا فإذا الشكر بالرغم من الشكر بالرغم من نقطة كمان قبل ما نروح الفاصل بتاعنا زي بالشكر بالرغم من هقول لكم حاجة كمان الأمانة الأمانة من الحاجات اللي ترضي ربنا قوي علينا وتبسط ربنا أنتوا عارفين ربنا دايما يقرر أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض ياروا أعمالكم الصالحة فربنا دايما مستني من ولاده تصرف معين مستني من ولاده صورة معينة طبعا صورته هو الصورة والشابة على صورته ومثاله مستني يكون الصورة دي متحققة فيه وطبعا ربنا أمين وعادل يعني دي ما فيهاش كلام فلما بيكون ولاده يشوفهم أمنة في الوصية أمنة في حياتهم أمنة في خدمتهم حسب صورته وحسب مثاله يردأوي وزي ما قلنا الشكر بالرغم من هقول لك الأمانة بالرغم من الأمانة بالرغم من الأمانة بالرغم لناس كتيرة مش أمينة يعني أنت في شغلك أنت في دراستك أنت في امتحان والناس حولك بتغش ما تقولش الناس كلها بتغش أنت في شغل ومحدش بيشتغل أنت تكون أمين الشغل ناس بتفوت أو بتعمل حاجات غلط حتى لو كل الناس بتعمل كده إحنا ما بنعملش كده دي أمانة فالأمانة بالرغم من زي ما قلنا الشكر بالرغم من هقول لك كمان الأمانة بالرغم من وطبعا أمثلة كتير قوي كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير وطبعا برضو المثال الجميل نعما أيها العبد الصالح باين قوي هنا في الكلام رضا ربنا عليه رضا ربنا عليه الأمانة كمان كانت باين قوي في حياة يوسف رغم أنه كان متباع رغم أنه كان عبد رغم أنه كان مسجون إلا أنه كان أمينا في كل ما كانت تمتد إلي يده الأمانة دي علامة من علامات ولاد ربنا أنتوا عارفين على مر التاريخ هنا في مصر الأقباط مشهورين بالأمانة على مر التاريخ وكانوا اللي يمسكوا في عصور كتيرة قوي كل ما يتعلق بالفلوس أو بالأموال أو 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 ويبقى دا قطي ليه لأنه كان مشهور بالأمانة كان مشهور بالأمانة أفتكر مرة واحد كان بيحكي في شغله ويقول أن يعني زميله كان عايزه يجدب في حاجة فأخده كده قدام المدير وبيقول له يعني مش إحنا كنا عملنا الموضوع ده فقال المدير بتاعه قال له لأ فالراجل غمز له كده قال له يا عم قول آه بدل ما يجيب لك نادي بيجعف إيه ويعمل لك قال له لأ فرح المدير بص له كده وقال له بص أصل الناس دي يبني عندها يا آه يا لأ عندها يا آه يا لأ خليك أمين بالرغم من الضيق بالرغم أن الناس حولك مش أمينة بالرغم من الإغراءات كتيرة أمين ده على فلوس أمين دوت على تصرف أمين ده في شغلك أمين ده في خدمتك أمين في كل شيء تمتدق ليه يدك ليه لأن دي أمانة بالرغم من رضى ربنا شيء مهمة قوي علينا ومهمة قوي أن ده يكون هدف من أهدف حياتنا مش ده الهدف ده ده الهدف الأسمة نحن نكون عايشين ويكون ربنا دايما بيرضى عليه فمهمة قوي أنك تكون بتشكر بالرغم من وتكون أمين بالرغم من في بيتك وشغلك وأسرتك بنشكر على كل حال وفي كل حال بنشكر رغم الضيق بنشكر رغم التعب وربنا يفرح قوي بالنفس اللي بتشكر في كل حال والنفس الأمينة في كل حال هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا كن أميناً آسف كن أميناً كن شاكراً لكي ترضي الله كيف نرضي الله ترجمة نانسي قنقر عايش في أمان وعيوني تنام وأنا متطمن أصله لا يمكن هيسدني وحيد لو في أجراء بكلام أرتاح خطري طيب قلبه الطيب وببقى سعيد يا مالي بنورة حياتي شكلتك كينك أو قاتي لو أنت يا رب في العمر معاك أجمل الألوان حليك الأيام المرة بنا ما تسبني ولا مرة يمهون على ألوان الغربة حاسس بأمان سندي في أيامي ويسر سلامي خيره يكفيني حبه مليني وهمني حياة يا شنس نهاري كاشف أسراري سترقاني يدي أنا مدي وليه بالعمر معاك يا مالي بنورة حياتي شكلتي بيدك أو قاتي لو أنت يا رب في العمر معاك أجمل الألوان حليك في الأيام المرة بنا ما تسبني ولا مرة يمهون على ألوان الغربة حاسس بأمان يا مالي بنورة حياتي شكلتي بيدك أو قاتي لو أنت يا رب إلى عمري معاك أجمل الألوان حليك الأيام المرة من ده ما تسبني ولا مرة يمهون على قلبي الغربة حاسس بأمان أهلا بيكم وبنكمل كلامنا مع كيف نرضي الله كيف نرضي الله هحكي لكم حكاية جميلة قوي بيبان فيها الخدعة اللي إحنا ساعات بنغدع فيها أنفسنا والموضوع ده مهم قوي وعايزكم بتركزه معايا فيها نلاقي الحكاية دي موجودة في صمويل الأول الإصحاح الخمستاشر وبيبان فيها لما ربنا رفض شاول الحكاية بمنتعة البساطة جي شاول وبعت له مع صمويل وانتو عارفين القصة ومسحه مالك إلى آخره وبعدين كان عمليك دول عمل ومشاكل جمدة فربنا قال لي صمويل روح قول لي شاول يلا يا شاول خد الجيش وروح حارب عمليك لأنهم دول أغضبوني وزهقوا عمل وا 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 وأنا هتفحهم إلى يدك هتنتصر يا شاول في الحرب فقال له شاول يا سلام يلا وبعدين راح صمويل قال لي شاول بس خلي بالك ربنا حرم عمليك كلهم منكبرهم لصغيرهم وكمان البهايم وكل غنيمة دول حرام عليك يا إسرائيل كان ربنا عارف الناس دي الوسن داخل فيها والشر داخل فيها وكان ربنا بيحمي شعب إسرائيل من كل ما تبقى من الأوسان وعباداتهم وكان يخاف عليهم لأن هم كانوا يشوروا عقلهم زي ما هنشوف كده وياخدوا من الحاجات دي ودي كانت نجاسة أمام الله فربنا قال شاول خلي بالك يا شاول كل حاجة عمليك والبني أدمين والبهايم دول حرام عليك يا إسرائيل ورح شاول داخل الحرب وربنا ادي له النصرة ورح ربنا بعت لسامويل قال له روح شوف شاول عمل إيه فقال له إيه يا رب قال له ده يعني ما سمعش كلامي فرح سامويل يعني طول الليل كده هو متدايق وراح الصبح كده راح لشاول ويف قدام شاول وهو ماشي كده شاف الغنم والبقر اللي جابهم شاول من عمليق وكان شاول ما موتش الملك أو يعني ساب الملك وطبعا هنا أسئلة كتيرة قوي ليه ربنا كان كده في العهد القديم وساعد تقول لك ربنا كان عنيف نقول لهم لا إحنا بس مش فاهمين أو يعني مش عارفين ربنا إدى فرص للناس كتيرة إزاي المهم شاول كده وقف قدام سامويل وسامويل قال له إيه يا شاول اللي انت عملت قال له ما عملتش حاجة لأنه سمعت كلام ربنا فراح شاول قال له ما قال إيه صوت البقر والغنم اللي في وداني ده قال له ده الناس الناس أصلا أنا خفت من الناس فوجبت بقر وغنم سبتهم عشان أقدم زبايح لإلهك قال لا إيه كلمة إلهك دي يا سامويل يا شاول وإيه كلمة زبايح دي فقال له يعني أنت سبت قال له أنا سبت عصت الناس هما اللي سابوا مش أنا وخفت من الناس وقاعد إيه شاول قاعد يلف ويدور في الكلام وصامويل يجي بهاله يمين وشمال لغاية من صامويل قال له كف فقال له بس يا شاول بس فقال هاله كف كده قال له أسكت خالص تعمل تيجي مين وشمال ما تقول أنا خلطان وراح شاول قال له الجملة الآية اللي إحنا عايزين نقولها دي قال له هل مصرت الرب بالمحرقات والزبائح أم باستماع كلمته تاني قال له كده قال له هل مصرت الرب بالمحرقات والزبائح أم باستماع كلمته هوزى الاستماع أفضل من الزبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش طب وإيه يا بون علاقة الكلام ده قال لك لا استنى بس ده هنا شاول عمل حاجة كان فاكر إنه هو لما هيقدم لربنا يعني هياخد رضا يعني أنا آسف قوي اللي أنا هقوله ده هندحك على ربنا بكلمتين هندحك على ربنا بإرشين هندحك على ربنا بتقدمة لا يا حبيبي لا ارجع كده وفهم وشوف صامويل قال شاول قال له هل مصرت الرب بالزبائح والمحرقات أم باستماع كلمته هوزى الاستماع أفضل من الزبيحة ومن شحم الكباش فإذا هنا اللي إحنا لما نيجي نقول طب علاقة الحكاية دي أي أبونا بكيف نور دي الله هقول لك خلي بالك لا حسن تكون أنت بتعمل حاجات وبعدين تيجي تعوضها حاجات غلط يعني تيجي تعوضها يقول لك طب ما أنا هقدم لربنا طب ما أنا هعمل لدر ربنا طب ما أنا هجبله بدل كذا لا لا ربنا ساعتها يقول لك زبقحك صارت لي مكرهة سدقوا ربنا قال كده مرة الشعب بني إسرائيل في أشعية أول صحف أشعية رو الرسالة زبقحكم صارت لي مكرهة ما بقتش طيقة ليه يا رب يقول لك لا أنا عندي استماع كلمتي أفضل من الزبيحة وأفضل من المحرقة فلما نيجي نقول كده يا رب عايزين رضاك يقول لك طب يا حبيبي أقدم لك يقول لك لا حلو أنك تقدم لي بس المهم أنت بتسمع كلامي ولا ما بتسمعش لدرجة أني بقيت الآية مخيفة عارفين بقيت المخاية يقول له إيه يقول له في آية 23 يقول له لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك ياه ده احنا يا رب كده الكلام صعب قوي العناد كالوثن والتمرد كالعرافة العرافة ده اللي هو يعني تعامل مع الشيطان والأرواح والسحر والكلام الرهيب ده يا رب للدرجة دي أنت كلمة استماع كلمتك دي مهمة وترديك يقول لك آه أفضل يا رب من التقديمات اللي بقدمها يقول لك آه أفضل من الزبايح يقول لك آه فعشان لما نيجي نفكر في كلمة إرداء ربنا مش بس أكون بشكره أو مش بس أكون أمين لا ده أنا لازم يكون عارف أني أكتر حاجة ترضي ربنا علي الاستماع لكلمته والخطيئة اللي وقع فيها شاول هنا مش مجرد أنه هو يعني ما سمعش الكلام لا ده كان تبريرات بقى كتير قوي لما تقرؤ الإصحاح كده بعد ما نخلص الحلقة يا ريت تفتحه تقرؤ في ملوك أول سمويل أول خمستاشر سفر سمويل أول إصحاح خمستاشر وتشوفه إزاي الحوار ما بين شاول و سمويل عمال يلف و يدور يقول له لا أصلا أنا خفت من الشعب لا أصلا دي الناس هي اللي أخدت مش أنا اللي أخدت ده عشان أقدملك بيها زبيحة يعني أنا أسرق سرق عشان أقدم بيها ربنا زبيحة أكدب كتبة عشان أعمل ربنا خدمة أتنرفز واشتم ودين عشان أكمل خدمتي أو عشان أقدم تقدمة لا لأ لأ أنت كده بترضي نفسك أو بترضي اللي حواليك إنما أكيد أنت كده مش بترضي ربنا فتكروا إن ربنا رفض شاول ربنا رفض شاول وبعت له الكلام ده مع سمويل و قال له لأنك رفضت كلامي رفضك الرب من الملك بعد كده جي شاول قال له أخطأت قال له بعد إيه قال له وطبعا ربنا هنا ما قبلش كلمة أخطأت بتاعت شاول أنه كان عارف بنية شاول وطبعا الكلام كان باين بعد كده أنه لما ربنا باين ومسح داود فضل شاول عما يحاول يقتل داود فكان ربنا عارف اللي في نية شاول فرفضوا ربنا لأجل إن نيته وقلبه كان ليس كاملا أمام الله اللي نتعلمه هنا من القصة الجميلة دي رغم أن فيها حتة كده تدايق على شاول الملك اللي كان ربنا مختاره وفي أول الحوار كان سمويل فكره وقال له يا شاول دا أنت كنت مستصغر نفسك وكنت عمال تقول أبقى أنا ملك إسرائيل وربنا اللي اختارك تسيجي بعد كده ما تسمعش الكلام تسيجي بعد كده تلاوع كمان في الكلام وتبرر نفسك ما كنت سمعت الكلام يا شاول زي ما هو وطبعا مشكلة كبيرة فينا أن احنا مش عارفين نسمع الكلام زي ما هو يا مستعجلين يا بنشوف حلول تانية يا بقاش كلام ربنا عجبنا يا كلام الإنجيل ما بقاش عجبنا كل الكلام دا يحل لنا يقبر لنا المشكلة تاني هقول لكم زي ما كده هوت سمويل آل شاول أما صرت الرب بالزبائح والمحرقات أم باستماع كلمته فإذا هنا أكتر حاجة ترضي ربنا إنك تكون مضغي لوصيته وبتسمع لكلامه نقطة كمان ترضي ربنا عارفين ربنا خلقنا على صورته وعلى مثاله ودي أكتر صورة ربنا يحب يشوفها فينا عارفين ساعات احنا نسافر كده في خدمات مرة أنا أخدت بالي من الموضوع لون لما سافر فترة طويلة كده في خدمة أو مؤتمر أو رحلة أو أي حاجة تكون طويلة أسبوعين ولا حاجة أكون مفتقد ولادي في البيت ومفتقد الناس اللي بحبهم فلاقيت نفسي بعض أبص كده فيهم واللي أنت عارفة أنت بتتكلمي زي بنتي وانت بتاكلي زي بنتي وانت يعني لما تدعبي تبقى بحاول أشوف فيهم كده بناتي الوحشيني وولادي اللي عارفهم في الكنيسة الوحشيني أتاري ربنا بيبقى عايز يشوف نفسه فينا لأنه بيحبنا وعارف أنه أحسن صورة لنا هي إيه إن إحنا نكون على صورته ومثاله وبوليس يقولها كده واضحة لأنه يكون هو بكر بين إخوة كثيرين يعني إحنا نكون إيه مشابهين صورة ابنه دي ما صرر ربنا كبير قوي بس إحنا عارفين إن إحنا فينا ضعف عارفين ده بياخد مننا تغيير هو ربنا بقى بيرضى علينا لما يشوف التغيير فينا ده فرضى ربنا علينا لما يحس إن ولاده حبيبه كبار صغيرين ولاد وبنات عندهم شغف إنه يتغيروا عشان يكونوا شبهوا ولو حتى بعد سنين مش مهمة توصل إمتى المهمة تكون بتتغير فربنا يفرح عامل زي المدرس اللي يشوف عنده تلميس شاطر يبقى فرحام بيه بس لما يشوف تلميس كده كان ضعيف بس عمال يبزي المجهود يساعده أكتر ويفرح بيه أكتر ابني هذا كان ضالا إيه فوجد تغير تاب ورجع ده السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب إذن كما أن الرب يصر باستماع كلمته كذلك ربنا يفرح قوي بالنفس اللي بتتغير ويقول الكلام ده في أشاعي 11 يقول الكلام ده في أشاعي 11 يقول إيه فتكون لزته في مخافة الرب تكون لزته في مخافة الرب وبعدين في الآيات اللي بعديها يقول لك بقى إيه فيلعب الأسد مع الجدي قال له إيه يا رب ده يعني الأسد يلعب مع الجدي يعني إيه الدب مع عيل صغير يعني إيه عيل صغير في حجر يالحط إيده في حجر الإفعوان إيه الكلام اللي بتقوله ده أشاعي يقول لك ما دي النفوس اللي بتتغير بقى دي النفوس اللي بتتغير كان فيه خروف وكان فيه زق ده تغير وبقى تغير فالتين بقوا يتعاملوا مع بعض ده شكل الكنيسة ده شكل العالم اللي ربنا يبقى فرحان بيه التغيير اللي النفوس عارفين ربنا يبقى راضي قوي عن نفس اللي كل يوم تتغير عن اليوم اللي قبلها تقرب منه وتحبه أكتر وتعرفه أكتر كل دي حاجات تفرح قوي ربنا يبقى لغاية دلوقتي احنا قلنا حاجتين يفرحوا ربنا ويبقى راضي علين أول حاجة قلناها استماع كلمته يفتكروا لما ربنا رفض شاول وقال له لأ يا شاول مش بالزبايح ولا بالمحرقات ولا بلحم الكباش إنما باستماع كلمته وقال له خلي بالك ده العناد ده زي العرافة والتمرد ده زي الوسن بصوا كلام جامد قوي على فكر يعني الآية دي تجيب لنا قد إيه ربنا يبقى فرحان لما نسمع كلامه وصياه انجيله ترتيبه كنسته كل هذا الكلام نسمع ربنا يفرح نعاند ونكابر ربنا ونتمرد ربنا يعتبره إيه وسن ويعتبره عراف نلاقي الكلام ده واضح جدا كده بالنفذ في صمويل أول الأصحاح الخمستاشر قلنا كمان ربنا يرضى علينا لما نكون بنتغير نبقى على صورته ومثاله ونبقاش سبتين في مكاننا اللي بيجدب يبطل يجدب واللي كان ملاوعي واللي كان متكبر بيتطدع واللي كان متمرد بيخضع واللي كان ماشي في النجاسة بينتصر كل يوم واللي كان عينيه مش عارف يسيطر عليها بقى يعرف يسيطر عليها ردى ربنا يحميك ويأمن لك حياتك ردى ربنا يحسس لك إن حياتك ليها معنى وليها هدف قبل ما نروح فاصل ناخد حاجة كمان مهمة قوي فاكرين العشار والفريسي فاكرين لما في أول الحلقة قلنا المرأة الفقيرة الأرمالة اللي أعطت كده من أعوازها الفلسين والفريسي وكمان برضو فاكرين العشار الخاطي ربنا يرضى عن النفس المتدعة لأن يقول كده المتكبرون يقاومهم الرب ياه ده مش بس ما بقاش راضي عليهم ده يقاومهم ساعات الناس تتقبر وتفتكر إن الناس ضدها التارية هي تمحورة حوالين ذاتها وما بقتش مهتمية غير بذاتها وكرامتها وإنها تفضل كبيرة والناس دي ربنا بيرفضها لا ده بيقاومها أما المتدعون فيرفحهم الراب ولما وقف كده العشار وقف كده هوة الراجل التاني اللي كان شايف نفسه بارل في الريسي ده ولا أيا كان واقف عمال يقول اللهم إني مش أشكرك يا رب إني لست مثل هذا العشار الخاطي هو فاكر إن هو بيقول كده بربنا هيفرح به قاتلي ربنا كان فرحاً بالواقف وبيقول أنا خاطي لأن إحنا بقينا نتكلم على بعض كتير قوي قول ده كداب ده مفتري ده كاز ده كاز ده كاز فأنت بتبرر نفسك قدام الناس تقول أنا أصل أنا الصح أصل أنا الصدق أصل أنا أصل أنا أصل أنا وغيرك هو ليه طيب هو أنت كده بترضي ربنا بفتراض إن إنت صح وإن قدامك كداب ليه ما تسترش عليه طيب أنت ما بتغلطش طيب ربنا يعملك إزاي لما أنت تعري أخوك لما أنت تعري أخوك ربنا يستر عليك إزاي تحت تعرفين فأبانا اللذي الفعل البشري اللي نقدر نعمله في كل صلاة أبانا اللذي وليلين خالص على فكر يعني يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشقتك كما في السماء بعدين إيه اخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا من الفعل اللي فيه صيغة إحنا هنعمل لإخواتنا أو هنعمل كذا هو نخفر فلو إنت إيه ما غفرتش فالنفس المتدع هتفرح ربنا زي الأنباب شوي كده يا سلام على الأنباب شوي ده واتضاعه الناس كلها عملة تجري ومشغولة عايزين نشوف ربنا هنعمل كذا ربنا ده إحنا رايحين نشوف ربنا هو الأنباب شوي الوحيد قال لك طب نساعد الراجل ده يعني ونشيله مش أتريشها للمسيح ويزوره المسيح ويخسله رجليه يا سلام للدرجات دي المتدع ده ربنا بيرضع عليه طبعا المتدع ربنا مش بس بيرضع عليه ده ربنا يفرح به جدا وربنا يديله ويأمن له حياته ويأمن له أباديته قلنا كده ثلاث حاجات نخلي بالنا منه استماع كلمة الرب أفضل من الزبائع أوعد كن فاكر أنك لما تدي كتير ربنا يرضي عنك لا أنا عايزك تسمع كلامه أكتر افتكره التمرد كالعرافة والعنات كالوسل قلنا كمان النفس المتدع قلنا قابليهم اللي بيشكر قلنا قابليهم اللي أمين قلنا كمان التغيير عشان نبقى على صورته وعلى مثاله هناخد مع بعض كده هو تفاصل ونرجع نكمل كلامنا كيف نرضي الله من أهل اللي خلقني فديقاتي مش سامعني ولشاهدني في آلامي من أهل إن أنا الوحدي وإنت يا إلهي جنبي ومعايا كل أيامي من أهل إن اللي خلقني فديقاتي مش سامعني ولشاهدني في آلامي من أهل إن أنا الوحدي وإنت يا إلهي جنبي ومعايا كل أيامي مش هدل غيرك من قلبه حنين زيك من عنده أحسس حبك ووهيد لأحلى حياة من وياه أنا متطلب من زيك هيكون ممكن ده مفيش غيرك من قلبه حنين زيك أملك أمري أملك أمري يا إلهي جنبي يا إلهي أنا كل ما إنك أبو يا الحنان ومعاك طريقة كمّل وإلإسمك دايماً عالي سورتك قدامي تملي أنا لك قلبي بسلم مش هدل غيرك لحياتك يا ربي بقدب لك صلاة ده مفت نوري ده مفي نوع اللي مينوّر كل عمري أيامي بكلامك هده أحيّها قسنين الخير باي هريها خليني دايماً وياه قبلك أمري مش هدل غيرك إله حياتي يا ربي بقدم لك صلاة ده مفي نوع اللي مينوّر كل عمري أيامي بكلاماً هدح ليها وستعيني الخر مارد فيها خليني بايماً ويا أملوك أمري أملوك أمري أهلاً بكم وبنكمل كلامنا عن كيف نرضي الله الحقيقة جات لنا مجموعة من الأسئلة وفي سؤال أنا نفسي أفتحه معاكم بيقول واحد كان عنده طلبة ربنا وقديس جاله في الحلم وقال له الطلبة دي هتتحقق وبقالها خمس شهور وما تحققتش وقال له ده ممكن ما يبقاش قديس وده العقل الباطل وارد جداً 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 بصوا يا حبائي إحنا يعني في أمور بقين نبالغ فيها شوي فكرة بقى حلمت بفلان وقال لي وانا شفتلك في رؤية وانا شفتلك الكلام ده كتر قوي 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 وساعات ما بيقالوش له أصل روحي خالص خلينا نطلب اللي احنا عايزينه من ربنا وننتظر عمل الله لأن ساعات الشيطان يروح مدخلنا كده في حاجات يعني طرق كده لف ودوران وطرق بعيدة يبعدنا خالص عن أن احنا نفضل نصلي ربنا ونقوله لتكون ما شئتك ولما بيوصلنا كده والطلب ما يتحققش أنه هو توهنا نيجي بعد كده نغضب من ربنا ويجي يقول لك شفت؟ أو ربنا ما عمل لكش اللي انت عايزه هو هنا الشيطان بعدك عن فكرة أنك إيه؟ علاقتك مع ربنا وده يمكن نقطة في كيف نرضي ربنا إن ربنا عايز علاقتنا معاه تكون علاقة مستمر علاقة دايما فيها بنيان وفيها نمو مش علاقة مبنية على الطلبات وعلى المنفعة وعلى الحاجات الكويسة وعلى عايزين منك وعايزين منك وعايزين منك وعايزين منك طب أنا عايز منك إيه؟ يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ شير علي يا رب فإحنا هنا ساعات لما بقى نقعد نقول حلمت ومحلمتش وقديس جالي وحاجات زي كده كتير قوي من لاش أي مرجعية روحية ساعات العقل الباطن يحط لنا حاجات زي كده هو وساعات الشيطان يخدعنا إحنا لينا بالكنيسة بتاعتنا لينا إن إحنا نروح ناخد بركة القديسين ونطلب إن هم يطلبوا عننا بس لكن لا بنجري بقى وراء أثر ولا بنجري وراء كلام الكلام دوت حقيقة جديد على مجتمعنا الكنسي الأرتودوكسي وما يصحش إن إحنا نكون عملينا تطرف قوي في كهذا الكلام قديسين موجودين تلبطهم معانا مثال وقدوة لنا وانظر لنهاية تيراتهم وتمثلوا بإيمانهم ويروح ناخد منهم مراقتهم والحنوتهم في جيوبنا وصلواتهم تحفظنا إنما الأمور كثيرة قوي دي مطلوكة في إيد ربنا هم يصلوا عننا إنما تنفيذ طلباتنا ومشيئة ربنا في حياتنا دي ما بينك وما بين ربنا تطلب شفاعة الست العذرة والملايكة وتلبط القديسين إنما لازم تكون بتصلي ربنا ويكون ردى ربنا عليك أهم من تنفيذ طلباتك حد بعد بيقول أنا بتعامل معاملة وحشة من رجل دين وداخل الكنيسة وأعمال صح ربنا يحميكم كلنا ويكون يعني ربنا واعي للكلام ده كله نروح يعني روح يعودي مع حد تاني وتكلمي معاه سؤال جميل قوي بيقول مش عارف أبتدي حياتي الروحية ومش عارف أواظب في الصلاة سؤال جميل قوي لأني من ضمن الحاجات اللي ترضي ربنا علينا هو إنك تكون جد في علاقتك معاه ربنا نفسه في الإنجيل يقول إيه يعني شددوا الركب كده يعني إيه يعني أو كنوا رجالا مش كده ربنا ما يحبش المياعة في علاقته معاه إن كان الرب هو إليكم فاعبدوه واخدين بالكم وبولس كمان يعني ساعات لم من تلاميذه اللي زاغ عنه الموضوع واللي اهتم واحد حب العالم الحاضر وسبني وكنتوا بتخدمه معايا وكنتوا بتكرزه وكنتوا بتروحه وتيجه من ضمن حاجات اللي ربنا يرضى عليها هو القلب الجاد في علاقته مع ربنا طب إزاي نبتدي؟ أنت مريدي مبتدي إنما افتح أكبيتك من تاني افتح الكتاب المقدس من تاني لما تروح الكنيسة وقف في خشوع وفي خضوع وفي انفراد مع ربنا صحيح هي صلاة جماعية اسمها الليتورجية كده يا صلواتنا الجماعية بس هي عبارة عن أصوات طلع كده الربنا هي جماعية صحيح وبنصلي مع بعض ونقول ألحان مع بعض إنما قلبك فين انت؟ قلبك مع الجنبة؟ قلبك مع ربنا أين هي قلوبكم؟ أو ارفعوا قلوبكم؟ هي عند الرب فوقفين مركزين في الصلاة وقلبنا ما يعني كلام بيدور فيها وأفكارنا نقية ومقدسة فالعايز يبتدي علاقة مع ربنا يفتح كده أجبيته من تاني ويبتدي يسجد كل يوم مع كل هلومة نسجد كده باكر كل يوم ونحضر قدسنا ونشكر ربنا كنيسة فتحت على قد ما نقدر القدسات مش بالتكرار الكتير يا أحبائي القدسات مش بالتكرار الكتير ناخد تليفون أهلا بيك يا إيمان ألو أهلا يا إيمان سلام ونعم يا إبونا سلام سلام أهلا بيك بص يا إبونا أنا دلوقتي أرمالها من أو 13 سنة أو 14 سنة ربنا يسندك ويأويك يا رب يخليك ومعي أربع أولاد بركة بصراحة كفحت وبص أنا عملت المستحيل عشان أربيهم ربنا يرضى عليك وعلى تعبك براو وفي الآخر خالص يابونا بعد ده كله ابني يستمني ويهزقني ويمد إيده علي بالرغم أنه متخرج من كله تهندسة لا مالوش حق خالص لا 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 وبنتي نفس الطريقة لا يقولك اكرم أباك وأمك لا ما تتدايقيش بص يا مدام إيمان هيو يبون أنا مع قدسة بص ربنا يكفئك على تعبك وأمانتك إذا كنا النهاردة بنتكلم على ردة ربنا فكل تعبك ده أمام الله بخور تقدمة يعني تعبك وأمانتك وكفاحك تقدمة ربنا بس أنت لما جتي قلتي في الآخر هقولك الآخر لسه ما جايش لما ابنك يغلط في حقك لا غلط خالص وهو كده بيفقد رضاقي عليه وربنا يقول له عيه بدي اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض مهما انتعب البركة يا أحباء أنا بقول الكلام ده للولاد والبنات البركة في حياتكم أهم شيء واحترام الأب والأم واحترام الأهل واحترام الأكبر منك ما تفتكروش أني بالصوت العالي أو بمد الإيدين هتاخدوا حقكو لازم تتعامله عشان ربنا يرضى عليكم تدقيش مدام إيمان الآخر لسه مجاش ولو مجاش اعتذرلك الأيام هتثبت له أنه لازم تكون يراضي عنه عشان رضاقي هيكون من رضا ربنا طول ما انت أمينة فما تدقيش ربنا هيقف جنبك ويسندك بزيادة وكملي مشوارك مع بيت أخواته وهو هيعرف غلطه ولازم يجي واعتذرلك ما كانش النهاردة هيبقى بكرة ما كانش النهاردة هيبقى بكرة سؤال كمان الحقيقة بيقول أنا لما برجع لربنا بتزيد المشاكل والخناءات تزيد ولاقي مشاكل في الشغل وفي البيت ما انتفهم بقى خلينا نصحين أنه لما احنا بنبتدي نستعيد علاقتنا مع ربنا ونبتدي نحط رضا ربنا قدام عينينا كل يوم كل يوم كل يوم عارفين الكشفات اللي في الكنيس كانوا زمان يعلمونا في الكشافة يقولك المنديل الكشافة ده تربطه كده عقد ولازم تعمل كل يوم عملا حسنا تعمل حاجة كويس ولما تعمل العمل الحسن ده تفكها عشان تبقى انت كده عملت عمل حسن كانوا يعلمونا كده وإحنا صغيرين في الكشافة في الكنيس بس هون موضوع أكبر كده مش عمل حسن واحدا عايز يومه كل يومي كل يكون تقدمه لربنا فلما الشيطان بقى بيلاقينا بنعمل كده عايز تردي ربنا يا حبيبي طب تعالي كده فيبتدي يزود عليك الضغط يزود عليك الحرب يبينلك انه في مشاكل لكن غني كده ونقول مع بولس قول يعظم انتصارنا ايه بالذي احبنا من سيفصلنا عن محبة المسيح اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عوري ام خطر ام سيف شوفوا لدرجة ايه ما نتأثرش بالشيطان ولا بحربه فما يهمناش فلما تلاقي ان الشيطان بيضيق عليك كمل في رضا ربنا كمل في منهجك معانا تليفون من ميناء اهلا بيك يا ميناء هلو هلو اهلا يمينة اهلا بيك حبيبي تفضل اهلا بيك اهلا كنت يعني جاء عندي ضر اكتئاب جامد قوي واتعبتي كده من سبعة اهلا بصند السكر كلا وفجأة سابونة وعناية وقعد من الشغل من ساعتها وتعبان جدا جدا وحالة النفسية صعبة قوي وعمل عايط على طول ويعني مكتئب جدا واتعبونا مش عارف عامل ايه وبصلي كتير ربنا شاطر شاطر واصر على عيني السكر فأنا مكتئب جدا جدا لا يمينة لا ما تكتئبش انت قلت في وسط كلام الكلام اي واحد فينا هيبقى معاك مكانك يمين هيبقى متدايق اي واحد فينا هيبقى عنده سكر وتعبان وضغط والسكر لما بيبتدي يعني يلعب في الجسم بيبقى بيبهدل الواحد فأي واحد فينا مكانك هيبقى متدايق يمين وانت قلت في وسط الكلام برضو ان انا بصلي برافو خلي عندك ايمان يمين ونحل مشاكلنا واحدة واحدة السكر يلا نروح للدكتور ونزبطه ولو الدكتور ده مش عارف يعليكنا نشوف غير واحد واثنين عشان لغاية لما يديلنا كده ايه يعني زبطة كويسة لغاية ما نبتدي يقل مستوى في الدم نمرى اتنين الشغل نبتدي نشوف حاجات ينفع نشتغلنا وإحنا نتعبنين يعني حاجات كده هو تعالقد لو شغلنا بسيطة نعملها حاجة مش دايما طول اليوم عشان برضو الارهاق الكتير ده ممكن يتعبك لكن كده كده الحزن مش ايجابي ولا بناء ولا الاكتئاب لأخرك براك تئابة كمين ونتعامل مع المشكلة وخلي عندك ايمان في كل ديقهم تضايق وملاك حضرته انقذهم ربنا موجود يا احباء ربنا موجود وربنا بيسند وربنا بيعين تأكدوا من ذلك الشيطان يحاول يشيل الصورة دي من قدام نحل مشاكلنا بجراءة ونحل مشاكلنا بايمان انما الحزن والاكتئاب يخلونا يوقعونا في حفرة ما نعرفش نطلع منا وطبيعا يعني مين طبيعا انت تكون متدايق مين هيبقى في وضعك مش هيبقى مش هيبقى متدايق ربنا يعينك حل مشاكلك بجراءة وبايمان اخيرا يا احبائي قبل ما نختم سؤال اخير بيقول يعني ايه مزاجا حسنا للهواء اللي بنقولها في القداس يعني معناها اعتدالك جو معناها اعتدالك جو بلاش العواصف الجمدة دي يا رب اللي بتهزنا كلنا اخيرا يا احبائي ردى ربنا مهم جدا يأمن لك حياتك ويديك السلام ويديك الفرح يباد عنك الشر يباد عنك اللعنة يزود البركة في حياتك مهم قوي انك تشكر في كل حين مهما كان افتكر نشكر بالرغم من مهم قوي انك تكون امين مهم جدا تفاكرين لما جالنا التليفون من مدام ايمان امينة في تربيةها لعيالها يا سلام اهم حاجة الانسان يكون امين بكل من رغم من خدنا كمان قلنا على سمويل وشاول ان استماع كلمة ربنا اهم منك تقدم له زبايح ومحركات وافتكروا ان العناد والتمرد ربنا قال ده زي الاعرافة والوسن قلنا كمان النفس المتدع عريضا ربنا قلنا العلاقات المستمرة المبنية عن نموه قلنا الشبه يكون على صورته وعلى مثاله والتغيير كل دي حاجات تكون بترضي ربنا يا رب ربنا يكون راضي عننا ونقف قدامه كلنا يعني هو فرحان بينا وفرحان بعملنا للهنا كل مجد وكرامة من الان الى الابد امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة